المسؤول الذي يسرق المواطنين له توبة قبل رمضان بده يرجعهم لابد إذا كان يسأل عن نفسه يسأل سألان أنه شلون بده يلاقي ربه عز وجل لابد نقوله أنه بدك تعيد الحقوق هذا الرجل اللي قتل مئة ألف إنسان ولا صار خمسمئة ألف إنسان ولا مليون إنسان شلون توبته بده يفهم أنه هو مجرم كبير وبده يرجع إلى الله عز وجل فلابد من إعادة الحقوق لأهلها أما هؤلاء والعياذ بالله كلا بل رانا على قلوبهم هؤلاء قلوبهم مكموسي شفت النور هذا اللي كان قديما اللمبات المستديرة إذا تركت فترة من الزمان بصير عليها غبار وهالغبار بتكاثف وبيجعلها أيضا بعض الأشياء اللي بتخليها سوداء لحتى تصل إلى درجة بعد يخرج منها النور هذا اللي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كالكوزي كالكوزي مجخية شلون الكوز؟ الكوز الفانوس اللي كان يشعل على الزيت إذا كان بوضعه طبيعي بيعطيه إنارة أما إذا جعلته عالي وسافله شو بده يصير ما عد يعطيه غير هذا الهباب الأسود وهدوري قلوبهم وعياذ بالله سودت قلوبهم ما عد ينظروا يعني ما عم يفكروا أصلا بالآخرة لحتى يرجعوا لحتى يتوبوا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وهني يعني بالنسبة للصيام لابد للإنسان إذا كان صائما أن يفكر بصيام حقيقي فالعين تصوم عن الحرام ما عد تنظر والأذن تصوم عن سماع الحرام واللسان يصوم عن الحرام يصوم عن الغيمي يصوم عن النميمي يصوم عن الكذب يصوم عن الغيش يصوم هكذا وكل عضو من الأعضاء يصوم فالصيام أصلا هو الامتناع عن الطعام والشراب والعلاقة الجنسية للزوجي إذا كان عنده زوجي ما بده يعني يقرب خلال من أدان الصبح لأدان المغرب طعام وشراب هذا الذي يبغي أن يفكره شيخنا يعني أنت فتحت بابا جميلا الآن أنه لابد للصائم أن يفقها أحكام صيامه لابد منه لذلك نحن نقول أنه يعني ينبغي للدعاة وللعلماء أن يبينوا أحكام الصيام أما يصوم يعني قبل رمضان الآن هالأسبوع أسبوع تعلم وتذكير بالأحكام أول أصل يعني من يكون من قبل أسبوعين ولا ثلاثة ولا شهر شعبان كله يكون قراءة قرآن وعلم ثم هذا الأسبوع نجتهد أكثر في تعليم ثقه الصيام أنه الذي يصوم ينبغي له أن تصوم عينه عن الحرام وأذنه عن الحرام ولسانه عن الحرام بعدين شوف آيات الصيام آيات الصيام يعني آخر آية في آيات الصيام اللهم صل على سيدنا محمد نبه الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريخا من أموال الناس يعني أنت تصوم عن الحلال طعام الحلال صومت عنه الشراب الحلال صومت عنه فيصوم عن الحلال ويأكل أموال الناس بالباطل وهذا موجود للأسف نعم أنا كنت أصور أن آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا بعدين تأتي أيام معدودات بعدين شهر عمضان الذي أنزل فيه القرآن بعدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بعدين أحل لكم ليلة الصيام إن رفتوا إلي نسائكم خمس آيات هذول آيات الصيام ثم جاءت بعدهم آية أنه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني تتفكر أنه شو مجيئها الآية آية وحدة ما بين آيات الصيام وآية الحج آية وحدة فإذا هذه الآية مكانها لا إله إلا الله مكانها يعني كما يقول ينبه الضمير أنه أنت يا صائم أم تسوم برمضان عن طعام حلال وعن طعام شراب حلال فكيف تأكل أموال الناس بالباطل نعم لذلك أيضا كانت النساء يعني تقول لزوجها إذا خرج للعمل تقول اتق الله فينا اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار لا طعمنا حرام فالحرام طريق إلى جهنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من السحط من السحط يعني الحرام كل جسد نبت من السحط فالنار أولى به فهي هذه الزوجة المؤمنة تقول لزوجها اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار نسأل الله نعافي أحسن الله عليكم شيخنا معنا اتصال سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مين معنا؟ بلال من سوريا تفضل أخي بلال شيخي عندي سؤال بعد إذنك سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله شيخنا أنا شخص مدخل ورمضان على الأبواب ولا تطير الأقلى عن التدخين فبدي من حضرتك نصيحة تعطيني نصيحة بهذا الخصوص وجزاك الله خير عندك سؤال آخر أخ بلال شكرا تسمع إجابة إن شاء الله شكرا جزيلا لك إذن يقول السائل أنه هو مدخن نعم ومعتاد على التدخين في النهار بالليل وبنهار عفاه الله وإيانا نعم هل يعني ماذا يفعل؟ يفعل هو أن أقول له يا أخي الكريم أرحم صدرك صدرك لا تحرقوا في النار لا تحرقوا في الدخان وهذا فرصة أنه جاء رمضان لكي تقلع ويعني ربما نقول له في اليوم الأول من رمضان يعني بذل العشر السيجارات خليهم خمسة وبعد يومين بنهار؟ من الليل ليش بنهار؟ بنهار؟ اسم لأنه الإنسان يعني إذا فرط في النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا جميلا النبي صلى الله وسلم كان خطبة الجمعة يسعد على درج هذا الدرجة للدرجات نعم فقال آمين أول درجة قال آمين تاني مرة قال آمين تالت مرة ثم خطب نعم فلذلك اللهم صلى على رسولنا محمد بعد الخطبة سألوا الناس يا رسول الله قلت آمين 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 ماذا قلت؟ قال قلت بعد جاءني جبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين بعد من أدرك أبويه شيخين كبيرين فلم يدخله الجنة يا الله بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صلى الله عليه وسلم الأولى بعد من أدرك رمضان إذا نحن حريصين كل الحرص أنه برمضان نبذل جهدنا أن نكون مرضيين من الله سبحانه وتعالى وهذه الدخان يعني أنت عم تاخد من أموالك أو من أموال أولادك بدل ما تنفق على بيتك عم تحرق صدراء طيب يا أخي خد برأيي اليوم المجمع الفقهي يحرم الدخان أطباء الدنيا تبين أن الدخان طريق المرض وطريق السلطانات وما شابه ذلك فأنت بدك تفكر بشكل جدي أنه هذا يعني من الخبائس ورمضان والصوم فرصة كي يقلع عن التدخين فرصة إيه الله سبحانه وتعالى أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائس تعالي نسألك هذا الدخان من الطيبات أم من الخبائس بده يقول من الخبائس رائحته منتني وصدره بيحتريق وصورونا صورة إنسان الرئة تبعيته كيف سودي 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 من الدخان فألا ترحم نفسك يعني أنت إذا ما بدك ترحم غيرك ألا ترحم نفسك هذه في طرفي أنه امرأة كانت ضايخ كتير من رائحة الدخان من فم زوجة فكانت تاكل بصل قبل ما تنام فرانا عند البصل بتمه فالزوجة بديقرب صوبا يقول لها ريحت بصل يقول لها أنت ريحت الدخان سبحان الله فأهم ما زارت به بس نفسيا إذن حتى نجيب الأخ بلال لا يجوز له أن يفطر قولا واحدا ويستعد من الآن يهيئ نفسه كي يقرع عن التدخين نقول له يا أخ بلال أنت أخونا وحبيبنا وصدرك هو صدرنا نترجع أنك ما تحرق لنا صدرنا لأنه صدر غالع لنا فأنا هاي الكلمة بقول إيها للمدخنين يا جماعة لا تحرق لنا صدرنا أنه حتى يتوب إلى الله عز وجل حتى يرجع عن هذا يعني كما أحد المشايخ سألوا قال له أنه هذا الدخان هذا الدخان من الطيبات أم من الخبائس الله سبحانه وتعالى أحلى لنا الطيبات وحرم علينا الخبائس من الطيبات أم من الخبائس طبعا من الخبائس فلذلك ينبغي لنا أن نجتهد اجتهادا قويا وأن يعني نكون ذا عزيمة كان أحد الأخوة عم يحكي أنه في الحج رأى رجل عما يرجم إبليس فماسك الحصايات بإيده الأولى وبالإيد الثاني ماسك السكارة فبيأخذ شحطة من السكارة وبسم الله والله أكبر وبيأخذ شحطة بسم الله والله أكبر فمسكه قال له أنت عم ترمي إبليس قال له إين قال له هاي الإيد ما فيها هاي هاي إبليس فمسكه ثم تكلم معه قال والله سأتركها ولن أرجع إليها بإذن الله طبعا عندك مرض الأرقيل كمان حاليا أو الأرقيل في هالأيام اليوم الابتلاء بالدخان عميم والرجال والنساء والبنات والأولاد أسأل الله أنه يتوب علينا وعلى إخواننا وأحبابنا نعم نسأل الله العفو والعافية أحبابنا